حق العودة هو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت قبل أو بعد ذلك في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل عام 1948 هذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء أكان رجلا أم امرأة وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية يعتبر الفلسطينيون حق العودة مقدسا لأنه حق تاريخي ناتج عن وجودهم في فلسطين منذ الأزل وارتباطهم بالوطن ولأنه حق شرعي لهم في أرض الرباط ولأنه حق قانوني ثابت وحق الفلسطينيين في وطنهم فلسطين ضارب في أعماق التاريخ وجذوره أقدم من جذور البريطانيين في بريطانيا وبالطبع أقدم من الأمريكيين في أمريكا حق العودة هو حق من حقوق الإنسان الواقعة في نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان فهو بهذا المعنى حق مطلق غير قابل للتصرف من شخص لشخص آخر وغير قابل للمفاوضة أو التنازل ولا تسقطه أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين نصت المادة الثالثة عشر الفقرة اثنان من الأعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل إنسان الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والحق في العودة إلى بلده ونصت المادة السابعة عشر فقرة اثنان على أنه لا يمكن حرمان أي شخص تعسفيا من ممتلكاته وأشار في المادة الثانية عشر فقرة اثنان إلى أنه لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلده تنص المادة تسعة وأربعون من معاهدة جينيف الرابعة يمنع الترحيل الفردي أو الجماعي وكذلك ترضى الأشخاص المحليين بموجب المعاهدة من الأراضي المحتلة لأراضي القوة المحتلة أو لأراضي أي دولة أخرى سواء أكانت تحت الاحتلال أم لا بغض النظر عند وافعي هذه الأفعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر